إن السياسات الحالية للسلطة القائمة بالاحتلال تهدف إلى إفساد تطلعات الفلسطينيين إلى إقامة دولتهم وإلى تحقيق هذا الهدف من خلال تقريب مصير وبحرمان الفلسطينيين من أراضيهم وسبل عيشهم ووسائل سمودهم فإن الحياة في فلسطين تصبح أمراً لا يطاق إننا نشهد هجمات متكررة على الأنروة وهي منظمة ذات دور حيوية لمساعدة اللاجئين وأكرر اللاجئين وتأكيد حقهم في العودة إلى ديارهم وبعد الفشل مؤخراً في تشويه سمعة الوكالة السلطات القائمة بالاحتلال بعد ذلك اقترحت مشروع قانون لتصنيف هذه الوكالة الأنروة لتصنيفها كمنظمة إرهابية وإزالتها كلية من الأراضي المحتلة نحن نحذر من هذه الخطوة وندعو المجلس إلى الدفاع عن هذه المنظمة الحيوية وذلك من أجل استقرار الشرق الأوسط وفي خضم هذه العتمة وهذا الظلام لا يزال بصيص أمل قائماً بفضل الاعتراف الدولي المتنامي بالدولة الفلسطينية هذا الاعتراف إلى جانب العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة هو أمر ضروري لترسيخ حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وذلك في مواجهة قوة احتلال عازمة على إبادة الشعب الفلسطيني